طيب تعيين مدير لتطوير أجنبي للجنة الحكام مدير تطوير أجنبي للجنة الحكام كان أحد طلبات الرأي العام ويبقى الاختار السليم ويبقى أن يتحط استراتيجية تعلن عشان الراجل اللي جاي ده تحاسب عليها ما يبقىش جاي وردة في عروة الجاكتة ما أنا جبتلك أجنبها هو وكل حاجة يبقى اللهو الخافي بيديرها الكرة لأن دي خطوة مهمة جدا 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 لو نجح هذا الاتحاد في تنظيم التحكيم وضبط الأداء التحكيم ويشعر جميع بالعدالة حتى في مواجهة الأخطاء ما تشعرش أن الأخطاء بتتوجه تكنيف حازم إمام وبركات بتفعيل دور الأكاديميات وترخصها وهذا عمل فني مهم جدا لأنه دور الأكاديميات والأكاديميات الخاصة تحديدا تشهد حالة من الفوضى وخداعه لها الأمور بيجي لعشرات الشكاوى بس ده بيقول لنا إيه أن دي عمق تاني على الاتنين دول هم قالوا هنسيب لكم العمل الفني هو اختزلوا الاتحاد فيهم العمل الفني فطبعا مش هيتفرغوا العمل الإداري الاتنين بقى بيقولوا البعض كل واحد يشيل ليلته يا رب يبقى عندهم من التركيز والوقت وخصوصا الكابتن حزن الممام أنه عملينه العمل كده شابو ويبقى هو كده بيهيئ نفسه أنه يعني بورنيطة يعني فأنه هو يعني يعني بيهيئ نفسه أنه يبقى قيادة كبيرة في كرة القدم وأنا الأوان بقى أنه ما يفضلش في المساحة الرمضية حاجم محترم وحاجم كويس بس عايز بس مش عايز طب حأجل لا شيل الليلة بقى ورينا قدراتك وربنا وفقك